واحد من أهم مشاريع محافظة النجف الأشرى فعاصمة الثقافة الإسلامية في العام 2012 تحيطه النفايات والأنقاض قصر الثقافة يشكل إهمال وعدم الاهتمام فأكوام الأنقاض هذه كفيلة بتفسير الحال هنا الأمر الذي رفضه مواطنون معتبرين هذا المنظر غير لائق بصرح يمثل محافظة أختيرت لأن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية في العراق أكثر من حكومة محلية مرت على هذا القصر ولا يوجد اهتمام يعني نشوفه حقيقي اليوم نحن نطالب الجهات الحكومية والمركزية أن يهتمون في هذا المعلم نعم لا يوجد مساحات خضراء في داخل القصر دائر مدائر سياج القصر توجد نفايات وأنقاض وهناها ماتين إثلال من الأنقاض قرابة المئة مليار دينار قيمة ما تم صرفه لإنشاء هذا القصر ليكون قبلة للمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية التي تقام في المحافظة كما يقول مهتمون الذين دعوا إلى متابعة هذه المشاريع وإلائها الأهمية القصوى لازم على المسؤولين لازم على الشرفاء في مدينة النجف متابعة هكذا مشاريع أثنين هاي النجف هاي عاصمة يقولون عاصمة الثقافة وين الثقافة في هذا الموضوع بالنسبة لك عندما تراجع أنا رجل واقف عليه حالة حالته ب93 مليار من غير الكشف العشرة بالمئة يعني الصير تقريبا مية أو مية واثنين مليار مية واثنين مليار أنا أعوف وأتركن وأدير وجه وأروح عنه ليش؟ هاي من باب لهذا أثنين وزارة الثقافة وين من هذا الموضوع؟ لأنه هذا صارح ثقافي وانتقد نجفيون الإهمال الذي يتعرض له قصر الثقافة في النجف الأشرف والذي يخلو من المساحات الخضراء في داخله ومحيطه مؤكدين على أن يكون للمعنيين وقفة تجاه هذا الإهمال من النجف الأشرف محمد الغالبي واني نيوز